برد ذي بدن أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم إنما كنتم بالعالم نحييكم بتحياتي الإسلامي والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في ملف جديد ضمن حلقات برنامج الملف أيها السادة في ملف الليلة نتناول موضوعا مهما جدا تكمل أهمية هذا الموضوع من وجهة نظر الشخصية ليس في حد ذاته أو في القصة نفسها وإنما هذه القصة تعبر عن كثير من الموضوعات التي تحتاج فعلا إلى معالجات علمية متجردة قائمة على أصول العلم فقط دون الانصياع أو التمسك كثيرا بالمورثات أو الأفكار التي ربما تربى عليها البعض بشكل بعيد عن العلم وقائم على العاطفة فقط لا غير رحبوا معي بداية في صدري هذا اللقاء بالعلم العالم والبحر الخضم والباحث والمفكر معالي الدكتور محمد الزغبي فارس الكلمة زيكا دكتور محمد منور ستر الله علينا معالي الدكتور محمد أسأل الله أن يبارك فيه ودائما اعتدنا من فضلتك كده يعني الجرأة العلمية المهمة التي حتى وإن خالفت الكبار أو من من تمت الإشارة إليهم دائما يعني بالعلم وعلى عصور متفوتة إلا أنها دائما هي جرأة علمية بحتة يرعى فيها مصلحة الدين بما لا يخالف العقل والعلم دعني أقول أسأل الله جل وعلا أن يبارك لك وأن يمكن لك وأن يجعلك في مكانة تخدم فيها دينه كما ينبغي يا رب دكتور وأسأله جل وعلا أن يقرعيني برؤياك في مكانة إعلامية وعلمية كبيرة يستفيد منها أبناء المسلمين في سنة أغطر والأمسار وبالنسبة للجرأة هذه مما تعلمناه منهم لأنهم هم الأكابر ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم علمون أن الكل يصيب ويخطئ وأن الكل يأخذ من قوله ورده عليه على المعصوم صلواته ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم لكنها هي جرأة علمية يا دكتور أي نعم يعني قائمة على البحث نعم وغيرك قائمة على البحث وما جاء جريد في البحث كل نين مسلم له نعم وهذا هو المطلوب يا دكتور دكتور محمد من وجهة نظر أن موضوع النهاردة فيما يخص القصة التي سوف نتحدث عنها وعن المعالجة العلمية العوج بن عناق أو بن عنق أو بن عناق إلى غير ذلك من هذه المسميات لكن اسمح لدي الناس ولو فكرة بسيطة أول أبن أن يتكلم باختصار دي شخصية تم الحديث عنها في بعض كتب التاريخ وأيضا وفي ذكرها بعض الأصحاب التفاسير كمان يعني بالمناسبة وبالتالي أخذت جواني الدينية وجواني التاريخية لكن من الشخص الشخص هذا يتم الحديث عنه لأنه شخص أملاق أم و بنت سيدنا آدم أو أبونا آدم عليه السلام وموجود من قبل عهد سيدنا نوح عليه السلام ومات في عهد سيدنا موسى يعني إذن أنه عاش فترة زمنية طويلة جدا وبيحكي عنهم في أساطيره أنه كان يقعد حط رجليه في أرضية البحر ويجيب السمكة زي ما أقوله بالعمال المصرية يشوها على الشمس وطبعا أمور نقراها ونشوف عنها معلومة فتستشعر أنها حقيقة على اعتبار أنها موجودة عند فلان أو ابن فلان ممن يشار إليهم بالبنان وبالعلم لكن حينما تعرض هذه الأمور على العقل فالأمور صعبة طيب ما يزيد الأمر صعوبة ويجعلنا ننظر إلى البحث إلى أن هذا ألا يتعرض مع ظاهر القرآن الكريم أو مع صريح القرآن الكريم في قوله تعالى ثم أغرقنا وحينما يتحدث الله بالعموم دون استثناء فكيف له أنه استثنى هذا من بعد عهد نوع إلى عهد موسى وهذا ما يدفعنا دائما للبحث والجديد القصة يا فادرة الدكتور ليست هي القصة في حد ذاتها بالنسبة لأنا كمحمد لكن المتكلم هي قصة تنوم عن مجموعة من القصة كثيرة جدا اللي بنسمعها على بعض المنابر وبعض الوعاظ وبنسمعها أحيانا في القنوات أو في الإذاعات وبنقرأها كثير عبر منصات تواصل الاجتماع وتلها هي أعلى حاجة في التفاعل بمنتهى التجرد والوضوح ومن ناحية العلمية القصة دي في ميزان العلم والدين شايفها زادوا أسطورة 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعده أنا سعيد بهذه المقدمة وإن كانت مجزة إلا أنها خالية من الخلل وهي وافية بفضل الله تسلم بك ربنا يا حفظ وأسأل الله أن يبارك في عمرك بالنسبة للمشاهدين للمشاهدات أنا أرجو التركيزة جدا أرجو التركيزة جدا لأني زي ما حتك قلت ليست القضية أنني أقول للناس أن هذه أسطورة وفقت لا بل لأن الملحدين ولأن الليبراليين ولأن أعداء الأمة إنما يأخذون مثل هذه الأمور ويقولون انظروا إن الإسلام مليء بكذا إن كتبات تراث مليئة بكذا ويظلمون الإسلام والإسلام من هذه الأمور براء والإسلام من هذه الأمور براء بمعنى أن الخطأ فيها لا يحمله الإسلام ولا يتحمله الإسلام بل يحمله ويتحمله من نقلوا تلك الإسرائيليات من الأمور الخيالية ومن الأوهام ومن الأساطير إلى بطون الكتب سواء كانت هذه الكتب كتب أدبية أو تاريخية أو كتب تفاسير أو حتى كتب للمحدثين ما احترامي هؤلاء يعني خطأهم لا يحسبوا على الإسلام على الإطلاق بل خطأهم على أنفسهم في نقلهم مثل هذه الأمور وزي ما أنت قلت هذه القصة الأسطورية تتعارض مع المنقول والمعقول لا يقبلها النقل ولا يقبلها العقل بل سأبين لك التصادمة يعني بالنسبة للعقل والنقل تجاه هذه الأسطورة المعيبة ووددت أن أقول لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي لجميع المشاهدين لجميع المشاهدين للمسلمين ولغير المسلمين أقول لهم لا تظلموا الإسلام حينما تقرأ مثل هذه الأساطير الإسلام عظيم جاء لخطاب العقل وجاء لخطاب الروح والإسلام ما أتب مثل هذه الأساطير على الإطلاق لكنها بضاعة أقوام آخرين أخذت من عند هؤلاء ثم وضعت في بطول الكتب التي قرأها أبنائنا ومن خلال هذا البرنامج أردت أن أقول للناس جميعا إنني سأثبت لكم أن ديننا نظيف ولا يحمل مثل هذه الطرهات على الإطلاق وزي ما الدكتور محمد الشعر قال كده يعني ما تجد بص لآخر مقطع على اليوتيوب مثل شخصي يعني تحدث عن هذه الأسطورة رغم أني جميع منصات التواصل مليئة جميع كتب كثيرة جدا مليئة بهذه الأسطورة وللأسف عند السنة وعند الشيعة هذا الأسطورة مع ترامي لما جيه واحد أعمل عليه آخر بتاعه داخل على المليون مشاهدة وإيه نفسك إعجابات غير طبعا سبحان الله إعجابات وأي هذه لكن أين العقل خلي حتى أنت من أقول لك هو هذا يخال في المعقول والمنقول يعني لو إنسان يعني شوية بيركز بالعقل وأنا لا أتهم أحدا في عقلي شوية لن يقبل ذلك على الإطلاق تعالى الأول يا دكتور محمد نقول اسم الشخص دي إيه رغم حتى لو قلنا يعني الخلاف في هذا الاسم لا قيمة لها لأنه أسطوري أول حاجة قال هو عود ابن عنق عود ابن عنق وقيل هو عود ابن عوق وقيل هو عود ابن عناق وبالفتح أيضا عناق وكل الاختلافات دي بالنسبة للضبط لأنه ما لنوش أي أصل على الإطلاق يا دكتور محمد خلاصة المسألة هذه الشخصية شخصية أسطورية خيالية وهمية لا يمكن أن نجدها على الإطلاق إلا في أفلام الخيال العلمي وفي أفلام الرعب وبالنسبة لأصحاب الأساطير من القصصين الذين كانوا يحكونا أشياء لا يقبلها عقل وليست مأخوذة من النقل على الإطلاق لكن قيمة على المبلغة والتهويل لأسطورية دكتور لسبب واحد لأنه كما قلت لك هي متناقضة متصادمة مع المنقول ومتصادمة مع المعقول إذن هي غير موجودة على الإطلاق ثانيا لا أساس لها لا تاريخيا ولا شرعيا ما لاش أي شيء على الإطلاق فضلا عن أي جملة هجأتكلم بها من خلال الوصف هذا الرجل ستجدها غير مقبولة على الإطلاق وأي صاحب عقلي بسيط يعني غير متهم في عقله لا يقبله على الإطلاق تعال نشوف مع بعض يا دكتور محمد فضلا دكتور هذه القصة لما نقلت من الإسرائيليات نقلها البعض بس من أصحاب الكتب الأداب والطرائف والعجائب والتاريخ وللأسف بعض كتب التفاسير أو الكثير من كتب التفاسير وللأسف نقلها أيضا بعض المحدثين بتلك الأوصاف الموصوبة هذا الأسطورة إذن نقلت على مستوى لا على مستوى متباين ومتنوع وللأسف وللأسف ولذلك أقول بعض المحدثين واحد يقول لي من من المحدثين آه نقل ذلك بعض المحدثين أذكرك على سبيل المثال الحاصر ابن عساكر رحمة الله عليه طبع المحدث الكبير وأيضا أبو الشيخ الأصبهاني وأيضا ابن المنذر وغيرهم يا دكتور محمد أما لو عادت لك بالنسبة لك الكتب التاريخية وكتب التفاسير فلن ننتهي طيب نيجي بقى أنت بتقول لي ليه هو أسطورة أسطورة نيجي للأول الوصف يا دكتور محمد الوصف أول حاجة يقولك كان طويلا جدا خلي بالك وانا هذكر لك حتى ايه ده كان نوم أيسينوا بال عارف بالشريط بالشريط حتى بالصنط ليس لها مثيل أيوة دكتور محمد بقولك حتى أن الرجل كان إذا أراد أن يأكل وتكن يأكل إيدي ده جموسة ما تعمل لهش لمغزة تصبيره ولا 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 زي ما بقوله مضغط لسان كان إذا أراد أن يأكل عايزه يبحوت يضع يده في البحر يجب من عمق البحر حوت كبير ثم إذا أراد أن يشويه يجعله في عين الشمس يجعله في عين الشمس يشوى هو عملاق بقى جايب من أرض للشمس عالميا كما أثبتها المتخصصون 150 مليون كيلومتر 150 مليون مليون 150 مليون مش 150 كيلومتر ولا 150 ألف كيلومتر 150 مليون كيلومتر يعني الرجل ده ما احترامي طوله 150 مليون كيلومتر ده مين انت ما حسبتش اللي نزل للبحر بقى ولا إيه أنت تعرف أن المحيط يعني بالنسبة لأعمق منطقة فاني قرأتها 2800 متر وفيه 2600 متر فيه بعض البحر اللي هو الأعمق الأماكن فيها خليه ده خليهم 2600 خلوهم 2500 يا خلوهم 2000 2000 خدت ألاحظك إزاي يا راجل العمق ده في المية خدت ألاحظك إزاي 2500 متر أو 2500 متر أو 2800 متر خدت ألاحظك إزاي ده غير انه طلع وشوها كده في عين الشمس طب وبعدين لما طلع في عين الشمس دي الشمس معروف درجة حارة انتعرف حوالينها الشمس دي أكتر من 6000 درجة أكتر من 6000 درجة يعني مش تصهره ده لهو مخلوق من حديد يسيح يسيح خدت ألاحظك إزاي فده كلام دجل خلينا المهم يا دكتور محمد وبقول لك كان إذا غضب على أهل قرية بال عليه عارف يا أهل بال عليه معايز غرقهم معايز غرقهم ما هو ما يتجيب الشيء الكبرده هو كليته ما احترامي لو المطافي الماية اللي موجودة فيها ما تبقاش ربع الكلام دي ولا حتى لو سبت ترعة أو أناية أو نهر النيل أو الكلام دي خدت ألاحظك زي أو حتى التعيس السد بتاعه يثيوبي الله يهده فاللي أنا عايز أقوله لك لا يقوم يبول عليهم يغرقوا قماتهم خدت ألاك زي أو يعمل إيه يا عم الدكتور محمد أو يجيب صخرة الصخرة دي في نظامنا احنا صخرة لا دي جبل كامل يقلعوا كده ويقوم رمع على القرية يبقى خلص خلص عليهم ده إن غضب عليهم بسبب إيه إنه ما جاهزولوش واجبة أو إنه ما فصلولوش توب يكفيه خدت بالك يعني ما نيجي نقول هذا كلام حواليت ده حواليت مين ده حتى لما قولك حدودت بيحترم عقلك اللي ما تيجي تعمل ده جلبية زي ما بقوله بالقريافي أو فلاحي جده جلبية أو بالصعيدي تيعملوا جلبية الجيب بعدين قرية تيه لها تقدر تعملوا لتوب بالتلاحي كده ما أنا بقوله هو لو أحد واصل الشمس طب خلي أي أكروا إيه ده ده لو جابوا كل المواشي اللي عندهم والبتاع ماش واجبة خدتها لحمد راتك إزاي المهم بخلاص طهروا طب محمد طيب هذا العوج بقوله بقي من زمن نوح إلى زمن موسى ومات في زمن موسى طب خلي بلتك لما نيجي نقول كان قبل زمن نوح كان قبل زمن نوح أنا أسألك هي دعوة سيدنا نوح استمرت قد إيه الدعوة 95 سنة 95 سنة ألف سنة إلا إيه إلا خمسين عاما خلي بلك معي ده ده إيه مدة الدعوة خدت لأ ده موجود من قبل ليه لأن أمه بنت من بنات آدم خدت لأ زمن وقالت جابته من زنة كمان خلي بلك من حيث تري يعني لهم ما نقلوا الرواية طيب لما كان قبل نوح بقول لك جايد طفان بقى جايد طفان طيب الكافرين ديارة إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا خاجرا كفارا وهو معاه يعني هو معاه مش بعيد هو من أهل الكفر اللي هما مرضوش يأمنوا بدعوة نوح خلي بالك عشان أقيمت عليه الحجة ومن قوم نوح إلى آخر هذه الأمور لأني طبعا تفسير ليقول لك اللي من قل من التوراة إن الأرض المقصول بها جميع الكفر اللي على ظهر الأرض أنا لا أقول بهذا أبد وإنما كفر قوم نوح آه لسبب يا دكتور محمد أولا اللي قاله للأسف يعني كل من عندنا قاله هذا الكلام تقريبا إلا يعني الاستثناء ده أبحث عنه المهم حتى لما لا تظر على الأرض اللي جميع الأرض لا هو نحن نؤمنه أنه ما من نبي إلا وابعث إلى قومه خاصة إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه وابعث إلى الناس عاما ثانيا هذه واحدة ثانيا إن ما ذنبوا الآخرين إذا لم يبعث فيهم الرسول ويهلكوا عليه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول خطي ألحظك زين لألا لألا يكون للناس إيه على الله حجة بعد الرسول خلي باله يبقى هنا إن ما بتقول لي كذا بقولك لأ النقطة الثالثة طيب إذا كان هلك كل من على ظهر الأرض التاريخ بيثبت لي الآن من حيث علم الجيولوجيا والآثار إنه وذا ما حصلش إن الحضارة ما انقطعتش لحظة إن الحضارة في بقية الأماكن الأخرى لم تنقطع لحظة حتى أياما يقول لك إيه وكانت الأهرامات والأهرامات بقى التحتكات اللي كانت بيني الكلام الدجل يعني والأهرامات غريئت ومش عارف وكلام من ده والأهرامات موجودة وحتى المميوات موجودة إلى آخر هذه الأمور وبعدين ده حتى اللي انت بتكلم عنها ده بعد نوح حتى ولو كان قبل نوح مع ترامي كان رجال الجليل ومشد عامز إيه وقبل التاريخ وكلام ده كله برضو الآثار والأشياء باقية وقال نفسه وسيدنا يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض على خزائن الأرض خدتها رحظة زي لو أنا أخدت بقى بالفاهم من دي يبقى اجعلني على خزائن الأرض العالم كله لا لكن المخصول بالأرض هنا مصر وكذلك ربي لا تظر على الأرض أي الأرض التي كان عليها نوح عليه السلام ودعى الناس ولم يؤمنوا أنا أقول بهذا واتحمل بملئفية خلاص طوال دكتور محمد نرجع بقى للرجل التاني أرجع لعود قال لك لما ربنا أوحى لنوح أن يصنعي السفين وخلص السفين قال لك عدى على نوح وقال له ما هذه القصائعة تنش حتى أصعى أصعى يعني أصغر من الأصعى تصغير يا دكتور محمد ما هذه القصائعة يعني ده أنا يعني أعيز أركب فيها وهي لا تأخذ قدمي معاك وخذتها لحضراتك إزاي فلما جاء الطفان ده الطفان جاي منين يا دكتور محمد جاء من السماء ومن الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر ماء السماء وماء الأرض بقول لك فلم يبلغ الطفان إلا ركبتها ألا أليس هذا تكذيب للقرآن الكريم ورد للقرآن بالضبط الله يبرك في عمرك ده ابني نوح تصعد على قمة الجبل يا مولاد سقاوي إلى جبلي يعصمني إلى أخير فهينا يعني ألا حاجة ده الغضب بتاع ربك أهو طب فين بقى الدعاء بتاعنا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ما عادش ما عادش الكل إنت طب مش كده بس يا دكتور محمد لما آجي أنظر لأدلة الشرعية في هذا بالنسبة لي فناء من كان من قوم نحب الكلي إما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لي إيه يا دكتور محمد وجعلنا ذريته وهم الباقين يبقى غيرهم فين نعم راح راح غرق غرق خلي بالك مش كده بس يا دكتور محمد طيب أنا هاجي لحاجة مهمة جدا نوح وهو نبي عظيم ومن قول العزم الخمسة وهو زعيم المؤمنين لما يجي يدعو عشان ابنه يقوم ربنا يرحم عود المجرم القاتل المحارف للأنبياء والبشر اللي بيهلك الحارث والناس ويه مع ترام يعني يتركه ويرحمه ويجي على ابن نوح والنساء الضعفاء والأطفال والردع ويهلك ولا هذا كلام غير معقول طيب تعال يا دكتور محمد بقى لنقطة تانية انت بتقول لي على هذا الرجل العملاق الضخم انه كان حقيقة ومش حارف ايه طيب انا هجي اقول لك طوله قده يقول لك كان طوله تلات تلاف تلتمية تلاتة وتلاتين وتلت ذراعة السلام على الدقة السلام حتى التلت ما فرطوش فيه خلي بالك لك لك وكله تلاتات ده رقم اتباع تلات تلاف تلتمية تلاتة وتلاتين وتلت ذراعة رقم مويز خلي بالك بتوع المرور يخطفوه خلي بالك دكتور محمد تلاتة تلاف انت من اللي قاسه اه هو قبل عهد نوح من اللي كان عنده المقاس ده وطلع قاس خليني يعني هل كان نايم وانتوا قاعدين تقاسه فيه ولا من اللي كان بيطلع يجيب ايه ويطلع ايه ده يبقى ياه امن ابن اصرح هايطلع طلع هو برضه لو تلاتة 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 وتلت ذراع فكرة بقى ان دي توصل الشمس لا انا ما بتكلمش عندي الوقت لا انا بتكلم انت ازايا كان نايم ولا قاعدت تطلع على جبتته وكايته وقابت لو اوز حاجة وطلعت وقاعدت كمان بالدقة دي طيب تعال اتكر محمد زي ما انت قلت الوقت طيب خليه تلاتة تلاف تلاتة 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 وتلاتة وتلت ولا شيء ولا شيء بالنسبة للجبال خلت ألاحظتك إزاي ده حتى لو اشتل نفسه لو اشتل نفسه ولا يؤثر على الإطلاق خلاص كده يا ربطور محمد طيب اللي أقول لك أنه خاض البحر يوما فواصل إلى حجزته واصل لفين حجزته آه طيب يعني خليه في أعمق حتة في البحر اللي هي 2800 أو في المحيط 2800 متر 2800 متر 2800 متر يعني قد إيه من الكلوات يا ربطور محمد 2 كيلو 2800 متر يعني حتة من هنا لمرمى البصر خلت ألاحظتك إزاي ويعني وجات لحجزته خليه ورغم أني خلي بالك 2800 ده هي الكذابين دولا إما تيجي تبص وإما تيجي للحجزة تشوف بقية الطول يبقى ده وتنظر لل3333 جرع ما بتجيش ما بتجيش يبقى ده كذب ليه لأنه مدام حط كرة ووصل للحجزة يبقى أطول من كنا بكثير صح خدت ملحظتك إزاي صح طيب خلينا بقى عشان ما نفضلش مع طيب بقولك بعد كنا بقى فضل عايش وعدى الطفان ومعبرش لغاية ما جيه موسى صلى الله عليه وسلم فجينا نجى من طفان نوح آآ ولم يستطع إغراقهم آآ نعارف يعني إيه يعني عدى عليه أبو الأنبي إبراهيم وعدى عليه كيت وقيت لغاية ما جيه موسى عهد سيدنا موسى ومين كمان وإصحاك ويعقوب وكيت إلى آخرة ويوسف وكله لغاية ما جيه العهد من موسى موسى عليه السلام عشان اللي كاتبها لو كان برضه ما يعني كانت الأمور مظبطة معاها يا جيبي فهم الأمور دي كلها عدى على كل دول وما فيش أي أثر ولا ذكر خلي بقى لك إيه المهم قال لك بالنسبة لقوم موسى بقى وغضب على قوم موسى لأنت عارف إن موسى كان بقى كذا ويصدع بالحق الأخير فبقول لك أمقلع صخرة تكفي للقضاء على كل جيش موسى واتبع موسى يعني إيه يعني قلع جبل كبير كده يكفي هيرمي بقى على موسى القوم وخلاص آآ على بان السلام يخلص قتال عدوك إزاي فلما اشتل الصخرة كده وجي يرميها على دولان إيه اللي حصل يا دكتور محمد أول رواب تقول لك دكتور اسمح للمقاطعة آسف لكن فقط للتنويه لما ننضم إلينا حديثا أن الشرح الذي يشرحه الدكتور الآن لا يحكيه على سبيل التصديق لا 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 على سبيل ما يقاله وأرد عليه أسطورة لإني في نازمة تخش في النص بس أي أنا معاك أدري 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 تفضل أدري آآ إحنا بنتكلم عن أسطورة وبنرد نعم وبنذب عن دنا ومبين أن دينا دين محترامي أقبله العقل الصحيح إنما مثل هذه الأساطير لا يقبله عقله ولا ناقل طيب يا دكتور محمد بنقول لما اشتلى بقى يا دكتور وعايز يغرى هم بيقولوا لما اشتلى الصخر آآ هو لا قصة تمزي قلت بقى يا دكتور بس عشان القصه اللازه كتير شوف المريض مريض واللي قلبه به مرض به مرض واللي عايز يعرف الحق ويرجع يرجع اللي عايز يبطر زي الرافض كده يجابوا لي محترامي كلمة وعكسها كلمة وعكسها ويمنتجوها ويرتبوا لك شوف الزب بيقول إيه دي الزب كلم مطران دي كلام كيت ده سبك منهم لسبب واحد هتلتفت هتعطل خليك مع ربنا سبحانه وتعالى وانطلق المهم والتفت واللي يصل نعم فلما جاب الصخرة ورفعها كده بيقول لك أم ربنا عامل في الصخرة دي بقى فقوارها أم يتنزلها بقى على دماغه قامت لفة بقى على عنقه طوائته قد واحد وقيل اللي يعني رواه صحيح عشان يقول لك وقيل أم ربنا بقى حطير بقى حطير ده دي قعد ينقر فيها يا دكتور محمد لغاية ما قامت جاه في دماغه مش في الأفلام بقى بقى كنا برضو بزا فيه دماغه وبعدين أم بقى ترنح وهوى تخلي بالك زي أم سيدنا موسى بقى عايز يكمل بقى ويضع ليه ده زي ما بقوله فبقولك موسى كان تقوله عشرة أذرع ومعه عصائية عشرة أذرع يبقى ببنك كان عشرين عشرين خلي بالك عشان الحساب بس وقفز قفز عشرة أذرع تلاتين فوصل إلى كعبه فضربه فيه فقد عليه يا السلام طب خلي بالك وانت بتقولي الطائر عملها فضرب فهوى يعني بقى على الأرض بقى على الأرض وميتي تقولي موسى قفز وكيت ما وصلش إلا الكعب يبقى معناها الراجل ما قاعش على الأرض والراجل واقف لسه خلي بالك إزاي ما يمكن ارتفاع الكعب هو واقع ياسيد يعني جاي من كيات من بط الرجل يعني وراح للكاز يعني أتب وهي روح يضرب هنا ليه تم مكان يمشي وياخدها لغاية ما وصل راسه وروح عند الدماغ مهو برضو ارتفاع الدماغ بقى كنسبة وتناسب والنسبة للكعب مش هتجيب تلاتين زيلا طيب انت ولا عشان طول المشوار شارو يعني ماشي 3300 ماشي ماشي خلاصته يا دكتور محمد ان ده كلام لا يقبله عقل ولا نقل انا عايز نركز مع بعض جدا بس لازم ست يا دكتور تم انا عايز اقولك حاج فضل انا عايز اقولك حاج مخلف الدالي المعقول والمنقول اللهم إلا للمغيبين اللي نقلوا الكلام ده واللي بينتصروا له واللي ذكروا اللهم إلا المشايخنا والعلم الكبر لا أبرق ساحتهم وبقول ربما ربما يعني من باب يعني ان ظنوا يعني ان الرواية صحيحة وبعضهم يعني ربما أخذهم باب لو تصدقهم ولا تكذبوهم ومن باب يعني وحدثوا عن بني إسرائيل والحرج لكن كان يجب شوية على أساس لا تحسب على الإسلام شيء من التلقيق خلاص المخلفة للمعقول في يا دكتور محمد بنقول كيف يسوه يعني كيف يسوه لعقلي انه يقبل ان ربنا أهلك ابن نح زي ما قلت لك طيب دكتور محمد النساء الكافرات محترامي لم يكن منهن ضرر ولا جبروت على المؤمنين ولا على دين رب العالمين بالنسبة لمثل هذا الأمر فكيف يهلك الله النساء والعجائز والشيوخ وكتب الاخرى واترك مثل هذا المجرم وهو أظلم وأضغى خدتوا لحظاك إزاي أدي واحدة النقطة المهمة جدا يا دكتور محمد نجي بقى للمنقول المخلفة للمنقول ودي اللي تميني السابع بعشان ديني المنقول اللي هو النص يعني القرآن والسنة ربنا يقول في الدعاء بالنسبة لنوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين الضيارة طيب كان في النهاية استجابة الدعاء ربنا يقول يا دكتور محمد في موطن آخر في سورة أخرى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون اللي هو مين؟ نوح نعم ومن معه من المؤمنين نعم في الفلك المشحون خلي بالك ثم أغرقنا بعض الباقين ثم أغرقنا ايه؟ بعد الباقين خلي بالك يعني اغرقنا بعض الباقين ما دونهم تم اغرقهم ولم يبقى منهم أحد فأنت بتقول لي باقي مين؟ العوج خلي بالك مني يا دكتور محمد نعم طيب لما ربنا يقول لي ثم أغرقنا الآخرين لم ينجوا أحد على الإطلاق إذا ما تنفعش تقول لي لا حديث عن الاتثناء ايه على الإطلاق طيب فينه طبعا يا دكتور محمد حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اللي بقول ايه؟ خلق الله آدم وطوله أديه ستون ذراع المتن بقى خلق الله آدم في السماء في السماء قبل ما ينزل وطوله ستون ذراع كلي بالك فلم يزل الخلق ينقص من بعد آدم فلم يزل الخلق يعني ستون ذا لحد الأقصى ها حد الأقصى أكد ما فيش أعلى منك الخال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ده في البخاري برقم تتلاف تلت ومسطة وعشرين وعند مصر برقم الفين تلت ومسطة وعشرين يلزم من كده ايه؟ إن ما جاء بعد آدم دون آدم دون آدم ولن يصل إلا طول آدم على الإطلاق آدم كل ستون جابت منين بقى تلت تلاف تلتمية تلاتة وتلاتين وتلت ده عامل زي عارف الحكام في بعض الدول النصابين النجح وكانت نتيجة بسموا ايه؟ اللي هو بينصفها دي بسموا ايه؟ انتخابات إنه حصل على تسعة وتسعين وتسع وتسعين من مية في المية جابوا الأموات والكتوة من بالخارج وكلام المهم الله يرحمنا برحمته في بعض البلدان خدت لك يا دكتور محمد خلاصة يا دكتور محمد واحد يقول لي طيب أنت ذكرت لي من المحدثين وذكرت لي كتب التواريخ وذكرت لي كتب مفسر وأثبت لي إن ده مخالف للمعقول ومنقول وطهرت سعة الدين من ذلك إم عوز أتشبع بمادة المية وردي بها على أمثال هؤلاء اللي بينتصر أولاها الوقت وجاب أنا اللي محزنني الأمة ده هي الأمة ده هي أول ما تيجي معلاش أضغف زي ده أو أكاذب زي ده هي إعجابات بالآلاف خلينا احنا نحط بقى المادة العلمية الصحيحة وانصحة لا ليه لأنه هو مش قابل كده طيب هو تعبان مش عايز يسمع ديه أنا بالفعل ليه هنا سؤال هو عايز يامل إلى الخرافة ليه ليه هنا سؤال أول ما تلاقي المادة العلمية اللي بتوضح واللي بترد وبيشوفها وربما يدخل عليها فيبدأ يسمعها فمتلاقيه هو نفسية تلقين هو بينصرف أيوة دي اللي بقى أقول لك اللي بقى شوف يا دكتور محمد وكأن دكتور مش عايز يعرف الحقيقة يعني محدش يقول الحقيقة العلم رزق العلم رزق والمال رزق ولا بد من الصبر في تحصيل الرزق اللي أحب يكون ثروها مش من الحرمية والنصابين واللي لموها والعز بالله دولا وعمعهم مليارات وبتعرف مين أخذهم في بعض البلدان لا أنا بكلم عن اللي جابواه من حلال بعض تعب ومشقة وأخذ بالأسباب كذلك العلم يحتاج إلى صبر ده محترامي ما عندهش على الإطلاق ولا صبر ولا حصل ولا عنده الأسس اللي ممكن يستقبل بها ذلك هو ده يجد الأساطر سهلة جدا والخيالات سهلة جدا ليه؟ لأنه يعيش بعاطفية دون واقعية بعاطفية ولذلك أمتنا دي أكتر أمة تشتغل في الأحلام وأكتر أمة مفسرين الأحلام كلهم مدقلين إلى مرحمة ربي خلي بالك من الحتة دي ولذلك أمة كاثرة نيامها فكاثرة أحلامها ولا تحقق من أشيء خلي بالك إيه ده الواقع ولذلك التاني يقول لك القصة دي يا مرحة زي اللي يقول لك إيه المهدي زهر أيوة كده خلي رايحني ويخلصني مهدي اللي زهر يا أهل مهدي اللي زهر وفي اليابني اللي زهر كل يوم يكتب لك إيه المهدي طلع وخرج إيه المهدي مش عارف إيه والكلام ده كله فالأمة كثير من أبنائها لا صبر لهم على تحصيل هذا الرزق زي إيه ما تقولوا تعالى اشتغل يا أخي باليوم يا في الحتة ويتحصل ويبقى معك فلوس أول ما يجي ويلاقي شغل وتعب أنا في العلم هو خلايا مخوة مش واخدة على تحصيل العلم فإيه تعب يقولك لا تقتلي ليه عايزي يبقى في جهل وأعوذ بالله هنا أنا أتكلم في أحد بعيني لا بس بقولي يعني على التوصيف يعني ولذلك إما ياخد آلاف الإعجابات ده المفترض لو أمة فيها وعي ما ياخدش إعجابة بالعقس ترفض هذا الكلام يرفض وكان لكل شنجل عقلك ولولي لحظة يا رجل ده بيرسم لك وحده ويجيب لك ده ديل في الآخر يقول لك أهي بتاعت البحر يا بسموه بتاعت البحر ديل عروس البحر ويقول لك أهي وظهرت في الحتة الفنية والناس يا ها شوف يا رجل ده احنا لسه وإذا لم تكتب الله فعلا أن الشيطان قد منعك أيوة لا والتاني يجيب لك أسد ويصور نفسه كده ويصلي ويقول لك انظر ماذا فعل الأسد بيجوار هذا المصلي انت من غير وضوء حتى يا كذاب يا دجال بس كله عشان يكلوا أموال الناس يقول لك حية ويجيب لك نفسه أنه هو العابد اللي برزا ثعله يوما في الثياب الوعظين يا رجل أنا بقول لك كلمة الأمة بحاجة إلى التثقيف الأمة بحاجة إلى التحضر الأمة بحاجة إلى أهم شيء إلى التعليم بس مش تعليم التقليل إلى التعليم كما ينبغي وإلا هتبقى الأمة على الخرفات والأسطير والحاجات دي كلها ويده معول في إيد أعداء الأمة أنه يهدم لنا التراث ويقول لك أهدي من التراث هو ليس من التراث تحياتي لك دكتور محمد شكرا لصاحب الفضل والفضيلة العالم والباحث والمدقق رضي الله الدكتور محمد الزوبي أحد السادة الأزاهرة الذين استوداء الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعاته أفئلتهم وصاحب الباع الكبير في البحث وتحياتي لك دكتور محمد شكرا جزيلا الشكر دكتور الله يحفظك ودوما من نور إلى أنوار مش عادة أقول أسأل الله أن يسطر عليه أن يزيدنا من علمه وفضله بوجودكم لكن من الأشياء اللي أنا بحبها في فضيلتكم منذ أن شرفني الله بوجودي هذا شرف ليه كلهم دكتور محمد رزوبي عنده جديد يلي تقام على الدراسة بيعلمنا إحنا هنا في القناة كشباب صغير ولسه يرتدي أن قبل ما يطلع لازم يذاكر ولازم يحضر مش بيعتمد أنه هو خلاص بسم الله ما شاء الله كام سنة أو كام أقدم من الزمن عنده معلومات قديمة فبيستدقيها لا هذا كل مدى لازم يحدث معلوماته لازم يذاكر لازم يشوف الدراسات والكتابات والأبحاث والدوريات العلمية الجديدة فيما يخص أو فيما حتى لا يخص أو فيما يتصل حتى بالمجالات اللي بيقرأ فيها فده شخصية تقدرها وتحترمها وتأخذ منها العلم لأنها بعيدة عن التحيز تماما والكلام بقائم بشكل بدون مبلغة والله على التجرب التام ونعلكم سمعتها كتير يقولك زمان كنت قلت كذا ودلوقت بعدما تباين كذا لا أنا بقول كذا ولا يقدر على مثل هذه إلا العلماء تحاتي لك يا دكتور شكرا 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 لكل سنة زمالة من فريق العمل السيد محمد المطري ولكل الرفاق أما عن جناف خامة اسمه حضرة المشاهد الكريم نحن بحاجة إلى تعليم كما قال الدكتور محمد الزهبي فإذا كنا قد حرمنا نحن منه مثلا في مراحل عمرية معينة فاحرصوا على أن يكون في النشئة وفي أبنائكم وفي من تخضرون عليهم وابتعدوا عن التصطيح إلى أن نلقاكم دمتم في أمن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته